السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى مرحبا أبناء وبناتي تلميذ الصف الثاني الابتدائي ومع الدرس الثاني في الفصل الثاني في الترم الأول والجمع والطرح بالعد يعني أبناء وبناتي هذه الاستراتيجية دائما نتعلمها في بداية العمليات الحسابية الجمع والطرح بالعد ولكن أبناء وبناتي استخدمناها رقم 2 لنقوم بعد الأعداد سواء في عملية الجمع أو بالطرح ولكن هناك طريقة سهلة وبنستخدمها مع عملية الجمع وطريقة سهلة وبنستخدمها مع عملية الطرح ركزوا أبناء وبناتي عند الجمع أبناء وبناتي وركز جيدا عند الجمع في طريقة باستخدمها دائما مع عملية الجمع إيه هي الطريقة دياتي تعالوا نشوف أبناء وبناتي الأعزاء ما هي هذه الطريقة التي نستخدمها مع الجمع انظروا 3 زائد 12 يساوي نجاط عايز اجمع اول حاجة اعملها عند الجمعة ابنائي وjammy انظر الى الرقم الكبير الرقم الكبير هنا ابنائي وjammy كما احظنا سابقا مقارنة الاعداد او مقارنة البيانات وعرفنا ان اكبر من واصغر من ويساوي هي اللي بتبين لي العدد الاكبر والاصغر واذا كانوا متساويين ولا لعب فهنا 3 زائد 12 ايه الرقم الكبير هنا ابنائي و suppliers الرقم الكبير عندي هنا هو 12 اتناشر اكبر من ثلاثة. اذا عند الجامعة ابني اقول اتناشر. هذه الاثناشر اضعها في عقلي. يعني احسبها في عقلي. كياني افكر فيها. اقول اتناشر. واكمل العد بعد الاثناشر. ايه الرقم في جدول الاعداد او ايه الرقم اللي هو في عقلي بعد الاثناشر. لان انا حفظت العد في الصف الاول ابتدائي وعرفت ان انا عد من واحد الى مائة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر واحد ما اصل الى المائة. طبعا تمام كده يا ابنائي. فايه اللي الرقم اللي بعد الاثناشر واعد على ايه دي تلت اصابع. بعد الاثناشر اعد تلت اصابع. احدد تلت اصابع. لان هو بيقول لي اهم على الاثناشر تلاتة. فاحدد على الصوابعي تلت اصابع. قبل ما ابدأ العد احدد على الصوابعي تلت اصابع. واحد اتنين تلاتة حددت تلتة اصارع. يلا ابدأ العد يا ابنائي من الرقم اتناشر. يعني عند العد ابدأ من الرقم الكبير واضعه فيه عقلي واكمل عليه اتناشر. بعد الاتناشر كام? تلاتاشر. اربعتاشر? خمستاشر. يبقى ازا تلاتة زائد اتناشر بيساوي خمستاشر. بيساوي كام? بيساوي خمستاشر. نفس الكلام ابنائي عشرة زائد الستة. ايه هي الرقم الكبير? العشرة ولا الستة العشرة اكبر يبقى اذا العشرة احطها في عقلي احط العشرة فين في عقلي احط العشرة في عقلي واكمل العد بعد العشرة اكمل كام اكمل بعد العشرة ستة اصابع على يدي واعد ابدأ بعد العشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر يبقى اذا عشرة زي الستة يساوي ستاشر هكذا ابنائي وبناتي العزاء هذا ابنائي وبناتي تسمى طريقة الجمع او استراتيجية العد ان احنا نبدأ من الرقم الكبير ثم نكمل لحد ما نصل اعداد الرقم الصغير هذا بالنسبة لعملية الجمع عملية الطرحة بنائي مثلها ولكن الاختلاف بسيط بنظر الى الرقمين الرقم الاول دائما في الطرح الرقم الاول بيكون هو الكبير والرقم الاصغر بيكون هو التاني فانا انظر الى الرقم الاصغر وهو اللي احطه في عقلي احط الرقم الاصغر في عقلي واكمل عد على الستة لحد ما اصل الى الرقم المطروح منه وهو التمانية يعني بعد الستة كان ابنائي ركزوا ابنائي وبناتي اعد بعد الستة لحد ما اصل الى التمانية والاعداد اللي هعدها بعد الستة واصل الى التمانية هي تكون الناتج هي الناتج ستة يلا يا ابنائي وبناتي على اصابع اليد بعد الستة كان سبعة بعد السبعة تمانية اذا ابناء وبنات عديت على صابع يدي اتنين يبقى اذا تمانية نطرح منها ستة بتساوي كم اتنين بتساوي اتنين طيب خمسة عشر بنطرح منها عشرة فين الرقم الصغير في الطرح العشرة يبقى كام العد على العشرة حتى اصل الى كان الى الخمستاشر طيب بعد العشرة حيداشر انتناشر 13 14 15 يبعيزا 15 منطرح مننا 10 بتساوي كام بتساوي 5 بتساوي 5 يبعيزا 15 منطرح مننا 10 بتساوي 5 يبعيزا ابنائي وبناتي الحلوين احفظوا هذه القاعدة عند الجمع نضع عند الجمع الرقم الكبير بعقلي وأكمل عد لغاية الرقم اللي هو الرقم الموجود عندي في الجمع يبعيزا 3 زاد 12 اكمل بعد الاتناشر لحد ما اصل ايه بعد الاتناشر عدي 3 هتديديني الناتش 15 كذلك العشرة زاد 6 اكمل بعد العشرة 6 اعداد او 6 اصابع 10 11 12 13 13 14 هذا بالنسبة للجمع يبعيزا اشوف الرقم الكبير واحطه في عقلي اما بالنسبة للطرح نضع الصغير بعقلي ثم نعدي لغاية الرقم اللي هو موجود اللي هو المطروح منه تمانية ستة سبعة تمانية يبعيزا عديت اتنين يبعيزا احط هنا اتنين خمستاشر بنطرح منها عشرة عشرة اكمل عدل حد ما وصل للخمستاشر اشوف اعد الكلام على اصابعي عشرة حداشر اتناشر ترتاشر ترتاشر بطاشر خمستاشر عدل خمسة يبعيزا احط الرقم خمسة وهكذا يا ابني يطبقوا هذا الكلام على جميع المسائل الحسابية في الجمع وفي الطرح مع ملاحظة الجمع اركز على العدد الكبير واعضعه في عقلي واكمل عد ايه الرقم اللي جنبه اما في الطرح اركز على العدد الصغير واكمل عد حتى اصل الى المطروح منه وهو التماني وهكذا ابنائي وبناتي العزاء وبهذه الطريقة نكون وصلنا الى نهاية هذا الدرس الطيب اذا ابنائي وبناتي بالنحية التأمل نتأمل بيقول لتأمل ما تعلمت اكتب او عبر عن استراتيجية الرياضيات الزهنية التي تفضلها واشرح السبب هقول له استراتيجية العد لماذا تفضل استراتيجية العد لانها تساعدني في حل المسائل الكبيرة تساعدني في حل المسائل الكبيرة ويتكون سهلة وبعد ايه وكمل فوق العدد عند الجمع العدد الكبير وفي عملية الطرح بكملها فوق العدد الصغير وكده نكون انتهينا من هذا الدرس الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة